السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتكلم عن هوك جديد وهو ال use ref خسارا لرفرنس اذا قبل ان نستخدم هذا الهوك سوف نرى كيف كنا نقوم باستخدامه في ال class component اذا لدينا هنا هذا المثال البسيط سوف يكون لدينا فورم يحتوي على three inputs لدينا ال name الايميل والباسورت ولدينا هنا ال submit اريد هنا عند الضغط اريد ان احصل على الذي قمت بادخالها هنا في هاته ال input. طبعا نحن هنا نتعامل مع هاته العناصر هاته العناصر موجودة في الدوم. اذا كيف نتعامل مع الدوم? في العادية كنا نستخدم مثلا get element by اي دي اذا اردت ان احصل على عنصر ما في هذا الدوم. اذا لكي نحصل على ال name مثلا او الايميل او الباسورت سوف نحتاج الى اعطائهم اي ديز. لدينا هنا مثلا هنا هذا ال input الخاص بال name. اذا لديه ال id name. لدينا هنا ال id ايميل وهنا لدينا ال id باسورت. اذا الان سنستطيع ان نصل اليهم عن طريق get element by اي دي. الان سنقوم بتخزين القيمة في ال name والايميل والباسورت. طبعا get element by اي دي هاته سوف تقوم بارجع لنا العنصر ككل. يعني سوف تقوم بارجع لنا هنا هذا ال input. الان اذا اردت ان احصل على ال value. فيجب ان نكتب name. value. email. value. و password. value. لو نكتب هنا مثلا اي شيء. ونعمل submit. اذا نلاحظ اذا دينا هنا. لو نأتي اذا دينا هنا في console. log او هاته هي ال handle submit. يعني عندما نقوم بالضغط على هذا البطن. سيتم تشغيل لنا هنا هاته الفانكشن. اذا هاته تقوم بعمل prevent default. حتى لا يتم عمل اه ريفرش هنا في الصفحة. وايضا تحصل على name والايميل والباسورت. على هاته ال input. وبعدها نقوم بعرض الذي قمنا بكتابتهم في هاته ال input. اذا كما لاحظنا هنا هذا هو الاسم. هذا هو الايميل. وهذه هي ال password. اذا كنا نعمل نحن بهذا الشكل في الجاباسكريبت العادية او مثلا في الجيكويري. بعدها هنا في react. لدينا اه بدلا من ان نستخدم get element by id. يوفر لنا شيء او عفوا يوفر لنا شيء اسمه. اذا نعمل او نعمل لهذه الاسطر هنا. اذا سنقوم بانشاء reference او نقوم بانشاء مؤشرات او مواضع. وهذه نقوم باسندها في ال input التي نريد لحقا ان نصل اليه. اذا سوف نقوم بانشاء reference. اه سنسميه name input. سوف نقوم بانشاء reference او اه مواضع او مؤشر نسميه mail input. وايضا واحد خاص بال password. اذا لدينا هنا password input. طبعا كنا نعمل بهذا الشكل. اذا هنا في الرياكس يمكن ان نستدعي هنا هذه الفانكشن create ref. وسوف تقوم بانشاء لنا reference الخاص بنا. يعني reference هذا يمكن ان نقوم بتشبيه بال ID هنا. اذا الان كل الذي علينا ان نأتي هنا على هذا ال input او هذا ال element. ونقوم هنا بكتاب الترف. ونعطيه الذي نريد ان نقوم باسنده اليه. اذا هنا name input. سيعبر لنا هنا على هذا ال input. يعني لاحقا سنستطيع من خلال ال reference name input. او عندما نستدعي ال name input. فنحن اه سنعرف اننا نتحدث عن هذا ال input هنا. نفس الشيء بالنسبة لل ايميل. نقوم هنا بعيطائه reference. ونفس الشيء بالنسبة لل password. نقوم بيطائه reference. الان بدلا من من استخدام get element by ID. مباشرة سوف نحتمد على ال reference. طبعا احنا قمنا باسند name input لهذا ال input الموجود هنا الى هذا ال name. اذا الان اذا اردنا ان نحصل على value الموجودة هنا في هذا ال input. سنستخدم هذا ال reference الذي قمنا باسنده للعنصر سابقا. اذا لدينا this dot name input. ثم نحتاج هنا الوصول اولا الى هذا ال object الذي سيكون اسمه current. دايما اسمه current. بعدها هنا سوف نقوم بطبيعة ال value. نفس الشيء بالنسبة ال email value وال password value. اذا سوف يكون دينا this dot email input dot current dot value. وهنا سوف يكون دينا this dot password input dot current dot value. الان هنا نقوم بطباعة name value email value و password value. نعمل اذا نلاحظ نفس ال behavior او نفس التصرف تماما كما كنا نستخدم ال get element by id. الان create reference هاته هي فقط اه متاحة اه متاحة اه متاحة اه استخدامها في ال class component. الان كيف نقوم باستخدامها في ال function component. هنا سوف نقوم باستخدام ال hook الذي اسمه use ref. اذا سوف يكون لدينا هنا هذا ال hook. هذا تماما شبيه ب اه اه ال create reference هاته هنا. اذا ايضا هذا ال hook سوف يسمح لنا بانشاء reference. وهذا ال reference نقوم فيما بعد باسنده هنا لهاته العناصر الموجودة في كود الاجتماع او ال gsx. اذا نسي شيء هنا سنقوم بانشاء reference نسمي name input. لدينا هنا reference نسمي email input. ولدينا هنا reference نسمي password input. يعني نفس ما كنا نقوم بعمله هنا تماما لكن بصيغة او بطريقة كتابة اسهل. عندما نلاحظ هنا لدينا this هاته لدينا هنا react dot create reference. اذا هنا مباشرة لدينا المتغير ونستخدم هذا ال hook use ref. اذا الان تم ان شاء الله هنا هاته ال reference. هاته ال reference ايضا نحتاج ان نقوم بعمل لها اسناد للعماصر. اذا سوف نعطي هنا نفس الشيء سوف يكون لدينا reference. هذا ال input سوف نعطيه هذا reference name input. ونفس الشيء بالنسبة لي ال email ولل password. نقوم بيطائهم reference. اذا الان عندما نقول name input فنحن نتحدث عن هذا ال input. عندما نقول password input فنحن نتحدث هنا على هذا ال input. فقط نعمل comment هنا. وعلى نفس الشيء سوف نستخدم نفس الميطود هنا. هاندل سابميت. اذا هنا نعمل prevent default حتى ليتم اعمل refresh للصفحة. وايضا ندينا نفس الشيء اه نفس الشيء اذا عرضنا ان نحصل على التي يتم تمريرها هنا في هذه ال input سوف نصل اليها عن طريق هذه ال reference. اذا سوف يكون لدينا name input ثم dot current نفس ال behavior الموجود هنا. اذا نلاحظ لدينا هنا name input هذا ال reference ثم dot current ولا نفس الشيء سوف يكون لدينا reference ثم dot current ثم dot value. اذا هنا سوف نحصل على التي يتم تمريرها في هذه ال input نقوم بعمل لها console dot log. اذا نعمل ايضا نحصل على ال values التي يتم تمريرها هنا في هذه ال input. الى هنا يكون قد وصلنا الى فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.